التحول من صفة الوجود العسكري إلى المهمة التدريبية في العراق هو الاتفاق الذي يعني بصورة أو بأخرى التحول من سلاح العسكرية إلى سلاح الاستقرار اتفاق يفتح للعراق آفاق المصلحة العليا التي يريدها شعبه بما يهدف إلى تحقيق الهدوء وحقن الدم وإنهاء زمن الفصائل الخارجة على القانون مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أبحر في تفاصيل ونتائج الاتفاق وآلية اتبعها الكاظمي في نجاح الجولة الأخيرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي توجهت له الأنظار الدولية برؤية تعزيز السيادة العراقية التي أكدها رئيس الجمهورية برهم صالح وعززها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأكيد لما ستقول عنه المرحلة إلى مصلحة وطنية أساسية في بناء عراق جديد كتل سياسي رحبت كذلك باتفاق تاريخي وعهد جديد يكتبه العراق بخط يده دون تدخلات في معادلته السياسية والأمنية وهو ما لم يعجب بعض الأصوات التي خرجت للتشكيك فيما هي الاتفاق تلك الأصوات التي نطقت بأفواه من الخارج لكنها في نهاية الأمر أصوات لا يمكن إسكاتها إلا بنتائج المرحلة المقبلة وما حمله الكاظمي من ملفات قاسية عمل على إيجاد حلول لها على الرغم من تراكمات ما تعاقبت عليه حكومة سابقة وهو العائق العميق الذي يجذر للفساد وتراه للإداري لكن بصورة أكثر وضوحا فأن مفتاح الاتفاق لباب العراق الذي يمتن سيادته سيكون مدخلا قويا لحلول مشكلات كبيرة ساهمت في تدمير العراق الاقتصادي والسياسي والأمني تأكيد وضعه مركز الروابط يكشف مبدأ الكاظمي في عالم السياسة الذي يحمل فكرة خذ وطالب تعزيزا لإعلاء مصلحة الدولة على حساب فكرة لا دولة